لقاءاتنا مستمرة من يوم جديد نلتقى بدكتور عفاف مع كارون صيدة واختصاصية بالعناية بالبشرة ودائما لما بيكون عندنا اي مشكلة بالبشرة بنستشيرها بناخد نصيحها بطل عليكم من يوم جديد لتقلكم شو هو الكرام المناسب او العلاج المناسب او الفيتامينات او المكونات اللي بيحتويها لكرام لتناسب بشرتكم كرمل هيك بنحكي مع كل شخص به شخصه لان ما في شيء معمم وهيدا يعني الاحتراف بحد زيته دكتور مع كارون صباح الخير صباح النور اهلا وسهلا فيك كيفك قالية ماشي الحال لما بنحكي عن العناية بالبشرة وتحديدا لما نفوت على بشرة الوج يعني اليوم نحنا في عنا صيحات بالتطور كيف في صيحات بالموضة صيحات بالدايت كمان بيظهر ونصار في عنا صيحات بمستحضرات العناية بالبشرة اكيد بالمستحضرات بالبروسيدجرز بالتكنيك حتى بالالكترونيك ديفايس يعني كل يوم فيش جديد هلا المشكلة وين بتصير انه السيدات بيضيعوا يعني وقتا بيتطلعوا بيلاقوا فيها الكمية الكتير كبيرة بيصير شوي هون صعب عليهم يعرفوا وين بدهم يتوجهوا بالنهاية كل سيدي يعني عندها وقت محدد لتقدر تخصصه لبشرتها وعندها يمكن ميزانية محددة كمان فبالتالي شو هو الأساسي وشو هو لا وهل كل شي بنشوفه وهو آمن هون كمان سؤال كتير كبير لأنه في كتير اشي عم نشوفها على التلفزيون أو على السوشيل ميديا دعايات أو حتى ناس أصحاب بيستعملوها ما بالضرورة تكون ملائمة لقلمة نعم فنحنا اليوم أنا حبيت نقي موضوع وهلأ رح يمرق معنا فيديو يمكن يكون شوي صادم لأصم كبير من المشاهدين ولكن هو بالنهاية بيبقى واقع وهيدي حقيقة كلمة لهيك نحنا بلنا شوي نضوع على نواحي معينة مثل ما قلنا بهدف التوجيه وهو بهدف أن يكون في وعي وتعرف السيدة شو تنقى وين تتوجه فأزن بدع المشاهدين والستات تحديدا لأن المصدر ذكوري لا يعطني ببشرة الصبايا والستات نحضر الفيديو وبعدين بنفهم أكتر تفاصيل يعني من شو رح يصير مركب هيدا الكريم والغزاء للبشرة صح يا ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر أنا رأيي بالموضوع أنه فيه ألترنتفز يعني أنا دايما بحب للسيدات أنه أوقات منشوف الشغلة منرغب بالنتيجة تبعيتها فما منعود نتطلع على الطريقة إذا هي ممكن تسبب ضرر ممكن تسبب سكارز على المشار سلبية تتركها على البشرة أكيد أو أوقات يمكن تعمل رديت فعل معينة الجسم ما يتقبلها بس دكتور يعني بسيئة حديثك حكيتي عن الدعاية والمستحضرات نحنا يعني اللي يتأثر فيها المشاهد أو الشخص بحد ذاته عم بتكون على مشاهير وعم نشوف هيدا الإكلاة وهيدا الجمال وهالصبة يعني بتلاقي فنانس عمره 60-65 سنة يعني يمكن بتضاهي بنظارة بشرة بنت 20-30-40 فبتصدق هيدا البروداكت بالوقت اللي ممكن تكون في ريسك بمطرح من المطارح بتختلف من بشرة لبشرة يتفاعل مع هيدا الموضوع أكيد وفي مشاهير تشوهوا يعني نحنا مرأنا حلقة يمكن مع صحر من كم أسبوع لورا حتينا كان العنوان وقت اللي بلاستيك سورجوريز جو رونج حتى الإنجاكشنز يعني ممكن فلر أو شي هيك نحنا ما عم نحكي عملية فيسلفت أو شي هيك أوقات في مشاهير قبل العملية كانوا أجمل بكتير ونشوفهم تغيروا وصار شكلهم فعلا يعني ما بترغب أنك تطلع فيهم بقى يعني مثل دوناتلا فرساتشي مرأنا صور كتير فعلا كانت العمليات بدل ما تشوه هي بشعتهم أنا هون بحبقوا الشغلة إليه أنه أوقات النتيجة ما بتكون مثل ما واحد بيتوقعه حتى فيه ستادي كمان حكينا عنا بحلقة سابقة أنه الاسم الأكبر من الناس سواء سيدات أو رجال وقت اللي بيخضعوا العملية التجميل الاسم الأكبر بيقول بالإحصائيات ما بعد العملية أنه النتيجة مش متل ما هني بدهم ولكن هني مضطرين يقبلوا فيها هلا هون أكيد بترجع على شطارة الشخص يلي عم يعملوا بترجع على الوعي قبل ما نفوط بيها البروسيدجر وأنا هون من ورا هيدا الفيديو يعني بحب أقول للسيدات شغلتين بقول لهم أول شي من حقكم تعرفوا شو بده يصير يعني أنا وقات بيجوا لعندي سيدات بتقلي عملت حطالي كذا شو ما بعرف ما سألت طب ليه ما أنت عندك يعني أنت عم ترتكزي على بروداكت معي عم بتتفوطي بهالبروسيدجر هيدا عرفي شو السيد ياليرونيك يمكن ريتينال يمكن وات أفر بهالمايكرونيدلينج هالأشي اللي عم تقطع نحن بهمنا نتيجة دكتور بهم النتيجة بس كمان إذا صار عندك ردة تفعل أهل مستحضر يوجك ولع أو دبغ أو عملت سكارينج أو أي شي اللي كان ما بدك تعرف شو هو لتتفاديه أكيد بعدين فيه أشياء يمكن أوقات فيه أنواع بشرة ما بتتحمل هيدا الشي البشرة اللي عندها كوبروزي يعني اللي عندها الوردية صحيح الأحمرار هيدا ما بتتحمل هيدا الشي اللي عندهم أكنيه ما أنت عم بتمرق هالقبر عم تنقل الميكروب من بار على بار يعني كمان فيه أشياء هي والشغلة الثانية اللي بدي أقولها للمشاهدين أنه في بدائل كتير أوقات هي كتير أبسط وكتير أهوان وما عندها ريسك بس نحنا ما منكون عرفينين فيها يعني يعني مثلا رح أعطيك مثل أوكي فيه كرامات اليوم يعني أنا مثلا بشتغل بكرامات هي بتفوت على عمق البشرة على العمق المطلوب أنا بستغني عن الأبع ساعتها يعني أنا عم فوت بطريقة هي سيف عم نعطي active ingredients عم نوصلهم deep enough بعمق البشرة ليعطونا النتيجة اللي بدنا إياها من دون ريسك إنه نحنا نعمل irritation أو نحرق البشرة أو يكون وجهة تاني نهار يعني بدأت تتخبى يومان بالبيت ما عنا هالريسك هيدا طيب دكتور ما زال هيدا المواد موجودة لا من نفحط بهيدا القصص اللي بتطلعها جديد والاكتشافات ومصادر أوقات يعني مثل ما قلتي ممكن يكون في علامة استفهام أو ريسك حسب هو بجانش وممكن يحمل من خلال هالجلد الصغيرة إذا أمه وقت اللي كانت حاملة فيه عندها أمراض نقلت له إياه وأن هي بعدها وبنفس الوقت كمان هون استطراضا يعني هل الشركات المصنعة ما بتعمل دراسة أو أبحاث لا تشوف إذا فيه يعني اليوم بدك تتبرع بدم لمريض قبل ما ينقل لهذا المريض صار يبن عمل فحص على الدم لا يشوف إذا صالح أو فيه أي فيروس أو 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 كيف حال عم نحكي نحن إحنا إشي عم نحطها ممكن تمتصى البشرة وتتفاعل مثل ما قلت من جوه أكيد هلأ مفروض أنه يكون فيه رقابة ويكون فيه تدقيق ويكون فيه فعلا list of regulations يعني بدأت تتبع هلأ عادة إلي الإشياء الكوزماتيكس ما عليها زيت هالريجرس يعني ما فيها ما فيها الرقابة الأوية المشددة ما فيها الرقابة والشروط وبتفرق كتير بين بلد وبلد يعني فيه مستحضرات مثلا بتفوت على أوروبا ما بتفوت على أمريكا أو على اليابان بتفوت على أمريكا مثلا بأوروبا ممنوعة عرفت كيف حتى أوقات مكونات يعني بتختلف كتير والرقابة أضعف على الكوزماتيكس من على الإشياء اللي هي طبية يعني مثل ما ذكرت مثلا فهون بالتالي بدون إحنا نعرف فعلا المصدر من وين الشركة من وين قد نقدر نستفسر هيدا الشيء بيعطيك شعور بالثقة وهلأ بهيد الأزمة يعني كمان لأنه فيه أوقات مصادر بتكون أرخص أرخص بثمن يعني كمان هيدا الشيء واحد بده يفكر فيه وياخده بعين الاعتبار من هيك منشوف يعني مشاكل تجي بتسأل وين وموين بيقولولك أنه شبه عيادة أو ممكن بالبيت ببروداكت مش معروف مصدر أو معلال قدر والإيمة فمناخد نتيجة سلبية بس كنسألتك سؤال بدي جوابك دكتور عفاف مع كارون ليه طالما هود المواد موجودين وحضرتك عن خبرة لأن يعني شغلتك بتركيب الكريمات كل هيدا المصادر الغذائية للبشرة موجودة ليه بعدنا نبحث عن غير مصادر هل نقصها دعاية نصل الضوء عليها أو منا مربحة بالنسبة للشركات المصنعة سؤالك كتير حلو إلي أنا رح قللك شغلي أنا من تجربتي أنا بشتغل بطريقة شوي مختلفة يعني هي طريقة الخاصة من أبحاث من دراساتي ومثل ما قلت لك بجرب أن البروداكت يكون مثل مهندس بطريقة أنه فعلا أنا قدر أخذ النتيجة اللي بدي إياها وبيقدر وصل على العمق عادة مشكلة الكريمات أنه بتبقى على سطح البشرة عنا مشكلة بالأبزوربشن يعني كرمل هيكي يعني ما بتمتص البشرة الكريم يعني مشكلة حدا بيقدر يعمل الكريم يعطيك نتيجة يعني هاي دي هوني أوقات بيصير فيها القلة السقة إذا بدك أنه كريم أنه شو بده يعمل عارفت كيف ولكن وقت اللي هو الكريم نحن نستعمل المصطلح إذا ما فادنا ما بيدر بالوقت اللي أوقات بيدر بيدر كيف لا كان أكيد وأنا أوقات بشوف سيدات يعني بيمرقوا كريم معين أو بيحضروا دعاية أو أوقات بيشوفوا شي فورمولة هيكي أنه عملوا هيكي عملوا هيكي بيرجعوا بيجوا لعندي هوني أحمر هوني مدبغ هوني حبوب هوني كذا يعني مش دايما كل شيء السيف السقة بالكريمات ضعيفة مثل ما قلت لك لأنه أوقات كمان الشركات بيستسمروا كتير بالدعاية بيجيبوا مشاهير بيتفعولهم لا يعني ما بالضرورة يكونوا فعلا عم يستعملوا هالكريمات يعني فهون عندك ميزينية كتير كبيرة رايحة برات فعلا محتوى الكريم بينما وقت اللي يعني أنا مثلا بعمل الكريم بيكون فيه كل شيء البشرة بحاجة لقلو بذلك الوقت ما في شيء منى بحاجة لقلو فهوني بتفرق يعني لطريقة الشغل كيف وكمان وقت اللي السيدة عندها الأوبشن أنه يكون شيء مخصص لقلها هوني بيعمل فرق كتير كبير يعني أنا بشوف السيدة بشوف وجه بتقلي هي شو زعجة في اشيء أنا ببينه يعني لما بلاحظ بسأله عمرة بسأل كم سؤال يعني وهيك لحتى نستفسر عن الوضع ككل ساعاتها بيكون الكريم فعلا هو مخصص لقلها وبيقدر ينقلها من وضع معين لوضعتين يعني بتحس وجه عم بيتحول فعلا من خلال كريم طيب رحكمل بهذه الفكرة هيك لفتتلي السماعي اليوم مطلق سيدة أو مطلق شاب بس يمكن السيدات أكتر هني بالواجهة بدون كريم لوجهن لعدة إذا بديك هيك إفادة أو استعملات إنه نظارة البشر نخفف ريد أنتي آج اللي بديك هيك بتوصالي الوقت دي لا مدام هيدا الكال اللي عندك هيك ما في يحط ضمن هيدا الكريم لأن في مواد تتعرض مع بعضها بدنا نروح لكريم تاني مختلف وبعيد بالفترة الزمنية تتحطيه على وجهك تهديك يخد وقته والجلد يتمتص وهيدا كمان يخد وقته أكيد يعني هيدا أشياء صارت هون تكنيكل فيه أوقات أشياء منا كومباتبل مع بعضها أوقات البي ايتش رينج الأبتمل كمان بتكون غير أوقات التكستشير ما بتزبط أوقات البروداكت ممكن يبطل يعني في كتير هون فتنا بديتاي يعني كتير تكنيك بس اللي عم بتقوله صحيح يعني أنا أجمال لان بعطي الأيتمز يلي هن الأساسيين فيه أشياء ممكن تكون يعني مثلا فيه الكريم يكون مرتب انتقاج مع إكلام مع هيك مثلا سواء لكن إذا لنقول السيدة عندها بقعة مثلا دارك سبوت بدنا نفتحها ساعتها بدي يكون مستحضر تاني بيشتغل على هيدا الشي وخصوصي لهيد التاش بتحط ضغرة بيكون يمكن هي عندها تجعيد تعبير بنعمل الكريم اللي هي البوتوكس يلي بتحطها على التجعيد طبع الجبين طرع في العين يعني هوني كمان اشتغلنا بغير طريقة وكا بركة هلأ فيه أوقات إشياء يعني بيكون معنا إشوز معينين فبيكون الشغل يمكن أسهل ولكن إجمالا يعني أنا من تجربتي بحس أنه دايما السيدات عندهم إشوز يعني شو ما يمكن أوقات يمكن فيه سكارز أدام أوقات سيدة تبقى مرأة بظرف صعب بحياتها كتير بأثر على الوجه أوقات تبقى عاملة أيدجينج سريع يعني هي عمرها شيء وبتبين أكبر أو بتحس بسنة أو سنتين مثلا كأنها ختيرت خمس سنين فبيكون عنا شغل لنرجع نرد عقارب الزمن لورا بس برجع أقول أنه هيدا الشيء فعلا بيصير يعني أنا بيقولولي مثلا في حدا من هون من الو تي في ما راح أقول مين قالت لي بتقلبي الوجه مثل السحر يعني فعلا منقدر نحنا نعمل نتائج ونتائج كتير حلوة من دون ما نضطر ناخد ريسك نفوت به هالأشياء هيدة وشو ما حضرنا وشو ما شفنا نروح نعمل إن كان ميزوتيرابي إن كان مايكرو نيدلينج أو أكتر بعد عمليات تجميل يعني دايما أنا بيقول لهم لحقين يعني فينا نجرب الأشياء اللي هي أأمن وألطف وبلازنت يعني ينجوي السكين كير روتين هو شيء حلو وقت اللي بتحط الكرام وهيك يعني هيدا إن كان الريحة إن كان هو مثل مومنت أو الصعي يعني للسيدة صحيح فهيدا الشيء بيساعد وبيغنينا عن أنه أوقات نغامر بنواحي معينة يمكن تفيدنا ويمكن لا يعني نحن عم نحكي هيدا الحديث وأسبوع القدم يعني الثلاثة بواحدة وعشرين الشهر عيد الأم صحيح وكثير من الأمهات خاصة الجيل الجديد بهموا كتير العنية بالبشر يمكن أوقات بتقلك ما بجيب ساك بس ما بوفر بحق كرام حطه عوجي حتى شوف حالي أنا بالدرجة الأولى على مريتي ومبسط ويعني ركز هيدا السقة بالنفس اللي عندي إياها قدي اليوم كمان مهم بالتربية إننا ننتبه لأن لما مكون شباب نحن حتى يعني الصبيين لما مكون شباب آه شو بدو يصير بكرة تطلع لنا دقنا وكذا نصلى على وقت بس يبلش عندك هيدا الخط هون وشوية تريد هون أخ ياراتنا انتبهنا ياراتنا بلشنا بكرام من احنا وصغار كنا عودنا وكان صارعنا هيدا السقافة متل ما منفشل سنائنا الصبح منهتم بوجنا قبل النوم آه اه إنه الصبح بسنوع من النوم وقبل ما ننام عشية هيدا كمان بدا بدا هيدا شي كتير مهم اللي عم بتقوله آيلي وأنا يعني برجع بقول شي قيلته بحلقات قبل وبرجع بذكر إنه العناية بالبشرة هي استثمار انت وقت اللي بتكون يونج وبعده الصبا إلى جينباك وشو ما عملت لوجك بيكون بعد البشرة صبية وندية وفيها الاستستي كتير منيحة فبتحس فعلا إنه أنت منك بحاجة مستغني عن هال هال مثل ما قلت يعني بيبقى واحد ما كتير فارق معه ولكن إذا أنت ما استثمرت يعني دايما من وقت اللي نحنا منوع على هيدا الشي لازم نبلش يعني حتى لو كانت سيدة يمكن بالأربعين مش غلط باتر ليت بان نفر صحيح بس كمان عقبكر بعد أحسن لأنه أنت بتحافز على الرصيد يلي عندك هيدا استثمار وخاصة لما منعرف وهيدا الشي مأكد وهلأ بتأكديل إياها كمان إنه بعمر الخمسة وعشرين سنة الخلية كلها وتبلش تضعف يعني خلية البشرة نحسر واحد بالمية من الكولاجين طب عولنا مية بالمية كل سنة ابتداءا من عمر العشرين العشرين كمان يعني ظغرتك كانت خمسة وعشرين سنة يعني نحنا عم نخطية لو كان بعد ما بيعز المراقة والشباب بعدين بشوفهم إليه بيجوا لعندي أوقات هيك بدحكوني لأنه هيدا شي بيتكرر بتقول لي سيدي أنا كنت أنزل أمشي على الطريق يصطفوا على الملتين يفكروني مثلا إختها يعني تكون هي مع بنتها تبين كأنه إختها بعدين تقول لي فجأة مدرش وصار مينو ببوز الشكلة بتأثر يعني فلا يعني ليه نندم بمطرح معين وقادرين نستلحق حالنا أكيد وهلأ على عيد الأم يعني أي سيدي مثل ما قلت هيدا يمكن هدية حلوة لأنه هيدا هدية بتضل عم تعطيها كل يوم مش أنه مرة وخلص شكرا لك دكتور عفاف معكرون من قلت لك بونفات سلف يخلي لك عائلتي يكون بسط فيك اليوم بعد هيدا الغيب الطويلة ملتأينا دكتور عفاف معكرون صيدلة واختصاصية بالعناية بالبشر إلى لقاءات جديدة من يوم جديد مشاهدينا فاصل أخير بيفصلنا عن لقاء بلانش مع دكتور أديب نوار وموضوع بيتعلق بصحة الأسنان والطل والابتسام الحلوي خليكم برفقتنا